السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة الطبخ فاطمة ويزين اليوم سوف نحضر جبن بدون فرن طريقة تحضير جد و سهلة و يحضر في وقت وجيز و هذه التحلية تكونة مثل الطبقات بالنسبة للطبقات الثانية الكريمة محضرة بأبسط مكوينة سوف ترى أسهل وصفة كريمة جبن و كما لكم تلاحظوا أنا حضرتهم في قوالب فردية لكن تقدروا تحضرهم في قوالب كبير و ماذا بكم أخوتي تبعوا الفيديو من الأول للآخر لأنه دائما في آخر الفيديو نعطيكم ملاحظات مهمة باش تنجح معاكم الوصفة لأنني في بعض الأحيان ننسى باش نتكرها أثناء التحضير نجمح هذه الملاحظات و نقولهم في آخر الفيديو و هذه الوصفة قدمتها عام 2014 في المدونة نتاعي و لا البلوغ نتاعي و لا تنسوش أخواتي إذا عجبتكم الوصفة ديروا لي الجام و خلوا لي تعليق تحت الفيديو و الآن سنمر مباشرة إلى المكونات و طريقة التحضير بسم الله بالنسبة للطابقة الأولى اللي غادي جي من الأسفل غادي نحتاجوا هاد البيسكويت الخاص بالقاطق و فخوماج شريته واجد إلا ما كاش عندكم حاضر تقدوا تستعملوا بيسكويت الجاف تطحنوه من بعد تزيدوا له شوية حسن و تكملوا الوصفة بالنسبة للمقادير استعملت بالضبط 300 غرام انتا بيسكويت مطحون و اضفت له 70 غرام تعزبدة لتكون دايبة او لا تستعملوا زوج ملاعقة كبار مملوئين جيدين لتع الزبدة سوف يتخلطوا مليحة زوج مكونات و من بعد تملقوا القوالب يعني الطبقة الأولى فيها فقط بيسكويت و مدهون بشوية زبدة بالنسبة للقوالب أنا استعملت هاد القوالب الخاصة و غطيتهم بلاستيك هاد الخاصة من بعد القيطة يتنحى بسهولة إلا ما كاش عندكم حاضر هاد القالب تقدروا تستعملوا القوالب الفرديا نيجوها كأونينوكس او لا تحضرهم عادي فليفيغين يعني في هاد الكوؤوس الجوطابل هنا غضي نوضعوا في القاعن تاع القوالب ملعقة كبيرة مملوئة او ملعقة و نصفة على حساب السمك على الطبقة اللي راكم حابين تتحصلوا عليها من بعد تعادلوها جيدا بهذا الظهر نضغط عليها مليح باش تكون المساحة مسطحة و تكون ملسا سنقوم بهذا العملية لجميع القيطة بعد ما تكملوا الآن غضي نحضروا طبقة تانية هي تاع الكريمة نحتاجوا هنا الى الجبن الخاص بالقاطو و فخوماج إلا ما كاش عندكم حاضر استعملوا الفخوماج فخي لكن لازم يكون ناشف و يكون ايضا بنين هنا الجبن استعملت بالضبط ميتين وخمسين غرام و اضفت له هنا الحليب المركز المحلى اضفت بالضبط ميتين غرام و اضفت ايضا ملعاقة صغيرة تاع سكر فانيلا سنخفكم لي حد المكونات حتى نتحصلوا على خليط يكون كريمي بالنسبة للحليب المركز المحلى لما كاش عندكم حاضر تقدروا اضافة السكر الناعم و الكمية تاع السكر الناعم على حساب الدوقن تاعكم تقعدوا و تزيدوا و تخلطوا حتى تتحصلوا للمادة اللي راكم حبينا لانها ايضا تتعلق بالدوقن تاع الجبل اللي استعملتوه بعد هنا اضفت 125 غرام انتاع كريمة شانتي مخفوقة تقدروا تزيدوا الى بغيتوا كمية كبيرة انتاع كريمة سنخلطوا للمكونات حتى نتحصلوا على خليط متجانس وهذه هي الطبقة التانية اللي سنوضعها في هاد القاتو هنا فقط ملاحظة تقدروا ايضا هاد الكريمة تحضرها بيدوق الشوكولة اما تدوبوا شوية الشوكولة مع الحليب و تضيفوها للخليط ولازم الشوكولة تكون بادة ما تضيفوها شوية ساقنة ونضيفو فقط شوكولة على شكل غبرة كما لاحظتوا وضعت الكريمة في جايب حلواني ونملقوا القوالب ونملقوهم حتى للأعلى خلوا واحد الواحد سنتيمتر هو اللي سنوضع فيها الفواكه من الفوق يعني التزيين دائما يبقى اختياري تقدروا تعمرهم حتى الفوق وتستعملوا تزيين اخر لكن اللي سنستعملها اليوم ما عمرتها حتى للفوق وتبقى ايضا كريمة وبيسكويت ايضا عمرت القالب الثاني هنا عندي الطابقة الثالثة نستعمل هنا الفراولة الفراولة هنا هذي كونجلة استعملت 250 غرام واضفت لها 200 غرام انتاع سكر سنوضحهم فوق النار ونقعدوا هنا على نار متوسطى ولا تكون بين هادية و متوسطى نتخلطوا جيدا حتى هنا تشوفوا هذك السكر داب وتخلوه يغلي حتى تتحصوا على خليط رغاوي في الاخير يعني مثلما نحضلوا المربة ومن تتحصوا على هذك الخليط الرغاوي في الاخير كامل سنضيفو عاصير نصف حبه قارس علش؟ باش الطبقة انتاع الفراولة تتماسك وتولي مثلا لاجولي كما راكم تلاحظو هنا سنضيفو عاصير نصف قارس وانا هاد الطبقة التالية خليتها هاكا بحبيبات لكن تقدرو تتحنوها بالميكسر وتولي لكم ملتا هنا هيا الخاليط انتعنا راح ساخن ما نوضعوش الان عمركم لا توضعو الخاليط ساخن فوق الكريمة سنخلوه حتى يبرد ولا يولي دافي عاد باش نفرغوه في القوالب ومن يبرد غادي يتماسك ومن نوضعوه في المبرد ولا الفخيجي داع يزيد يتماسك اكتر هنا فقط ملاحظة هنا في الفراولة تقدرو تزيدو شوية جيلاتين إلا بغيتو تكون طابقة مثل حلوة الحرقومة بعد ما تكملو كامل بواسط الملعاقة غادي تعدلو المساحة العلوية كما غادي تشوفو هنا ومن بعدها غادي ندخلهم في الفخيجي داع حتى يبردو مليح عاد باش ننحيهم من القوالب هنا خليت هليلة كاملة في المبرد باش هذه الطابقة تتماسك بعد غادي ننحوهم وتوضعوهم في صحن التقديم والتزيين دائما يبقى اختياري سوف نفتح لكم واحدة وتشوفوا القوام من الداخل بالنسبة للتزيين يبقى دائما اختياري تقدرو توضعوا قطعة انتح فراولة من الفوق ولا نصف قطعة انتح فراولة تقدرو ايضا توضعوا الشوكولة كما انايا ووضعت شوكولة بيضاء اللي راكم تشوفو فيها من الفوق بالنسبة الملاحظة المهمة اليوم التي اكتشفتها هذا الطابقة انتح المربى من الفوق لا تتماسك مليح يعني ستدخلوا لكم بين البلاستيك والقاطن لذلك هذا البلاستيك ضروري توضعوه في هذه الطريقة لكن إذا استعملتوا الجيلاتين مع المربى تستعملوا كمية قليلة لكي تتمسلكم الليح هنا تقدرو عادي الطابقة الفوقانية متماسكة وتقدرو الاستغناء على البلاستيك وهذه الطابقة التانية الكريمة بيضاء مليح كما ترون في الصورة هذه الطابقة الفارولة استعملت فيها جيلاتين نباتية على الشكل غبرة هنا المقادير اضفت لها زوج ملعقة كبار سكر وغرام واحد اضفت لها نصف عصير قارس وضعت جميع المكونات في كاسرونة وضعتهم فوق النار وضعتهم حتى يغلو من يبدأ يغلو احسبت واحدة تقيقة وضعته وضعته من الفوق لا تجعلوه حتى يبرد مليح لانه لو كان يبرد مليح سيتماسك لكم في بلاسته وصلنا الى نهاية الفيديو انتعال اليوم وانشاء الله الوصفة انتعال اليوم تكون عجبتكم ونقولكم مع السلامة والى فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة